أهلاً ومرحباً بكم متابعين الكرام جمهورنا الكريم داخل الدولة وخارجها مرحباً بالجميع إلى الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول آخر المستجدات والإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والإجراءات الصحية المتبعة من مختلف الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تحظى في كل دقيقة وفي كل ثانية بمتابعة حثيثة من قبل قيادتنا الرشيدة التي تسعى دوماً للحفاظ على صحة المواطن وصحة المقيم وكل من يعيش على أرض الإمارات الطيبة سوف تكون معنا في هذه الإحاطة الإعلامية متابعين الكرام الدكتور فريد الحسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة وأيضاً سعادة محمد الفهيم المتحدث الرسمي عن الهلال الأحمر الإماراتي وسوف ينضم إلينا أيضاً لاحقاً من أبو ظبي مباشرةً فضيلة الشيخ الدكتور عمر الدرعي عضو مجلس الإمارات للإفتاء دعونا نبدأ بأبرز المستجدات الصحية مع الدكتور فريد الحسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمرين معاكم في استعراض مستجدات الحالات والوضع الصحي والإجراءات للوقاية من فيروس كوفيد-19 اليوم الأثنين الموافق 20 إبريل نعلن لكم ولله الحمد عن ارتفاع حالات الشفاء في الدولة إلى 1360 حالة بعد تسجيل 74 حالة شفاء جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة أيضا خطة توسيع نطاق الفحوصات مستمرة لتغطية جميع المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق الدولة حيث تم إجراء 25795 فحص جديد هذه الفحوصات ساهمت في الكشف عن 484 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 من جنسيات مختلفة وصلنا مع هذا العدد لإجمالي 7265 حالة إصابة في الدولة حتى الآن كما نأسف عن الإعلان عن حالتين وفاة من الجنسية الآسيوية ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة حتى الآن 43 حالة نتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم ونتمنى لذويهم الصبر والسلوان اليوم هناك رسالة حابة أوجهها للأمهات نحن صحيح نمر بظروف مختلفة في هذه الفترة لكن التطعيمات إجراءات مهمة ولازم ما نتغافل عنها تحت أي ظرف مهم جدا أن نحن ما نأخر تطعيمات أطفالنا ونلتزم بمواعيدها حفاظا على صحتهم وسلامتهم ونأكد أن دولة الإمارات حريصة على توفير التطعيمات لكافة أفراد المجتمع بما في ذلك الأطفال والبالغين وغيرها من التطعيمات الضرورية للوقاية من مختلف الأمراض المعدية والوقاية دائما خير من العلاج وأخيرا ودائما وأبدا صحتكم بالنسبة لنا أولوية وأيضا مسؤولية نتشارك فيها جميعا شكرا لكم شكرا لك يا دكتورة فريدة الحسن حتى هذه اللحظة وتقريبا أكثر أو ما يقرم من 26 ألف فحص جديد حتى هذه اللحظة 74 حالة شفاء لله الحمد تحدثت الدكتورة عن 440 حالة صابة حتى هذه اللحظة إذن اللهم لك الحمد حالة شفاء في تزايد كبير جدا وهذه ومضة أمل إيجابية لابد أن نتحل بها جميعا الآن دعونا ننتقل إلى فضيلة الدكتور عمر الدرعي الذي سوف ينضم إلينا مباشرة في هذه اللحظات فضيلة الدكتور عمر الدرعي عضو مجلس الإمارات للإفتاء مرحبا بك معنا دكتور وتفضل نعم شكرا الأخ حامد بسم الله الرحمن الرحيم يشرفني باسم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن نرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا وللمسلمين في كل مكان وللعالم أجمع بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك سائلين الله تعالى أن يجعل قدوم شهر رمضان خيرا وبركة وأن يصرف فيه الوباء عن الإنسانية جمعا وبعد فإن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي قد عقد اجتماعه عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي العلام الشيخ عبدالله بن بيه ومشاركة أصحاب الفضيلة العظام وخصص اجتماعه لتدارس ما يخص شهر رمضان المبارك من أحكام فقهية في ظل هذه الظروف الراهنة وقد ثمن المجلس ما جسدته دولة الإمارات من القيم الإنسانية وما قامت به من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على حياة الناس ويقايتهم من الوباء مؤكدا المجلس على وجوب الالتزام بتمديد العمل بقرار تعليق فتح المساجد ودور العبادة حتى إشعارنا آخر ويغترم المجلس هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير إلى خط دفاعنا الأول والعاملين معهم من جنود وطننا البواسل الساهرين على سلامة المواطنين والمقيمين وزائرين وقد أفت المجلس بوجوب صيام شهر رمضان على الأصحاء المكلفين ورخص للمصاب بفيروس كوفيد ناينتين كورونا المستجد أن يفطر عندما تظهر عليه الأعراض الأولى للمرض أما إذا أخبره الطبيب المكلف بعلاجه من الجهات الطبية المختصة أن الصوم سيفاقم مرضه فإنه يجب عليه الفطر في هذه الحالة وقد رخص المجلس للكوادر الطبية الذين يمثلون الخط الأمامي في مواجهة هذا الوباء أن يفطروا في أيام عملهم إن كانوا يخافون أن يؤدي صومهم إلى ضعف مناعتهم أو تضيع مرضاهم كما رخص المجلس لكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة وضيق في التنفس أن يفطروا في رمضان مستندا في ذلك إلى المقاصد الشرعية لديننا الإسلامي الحنيف ويجب القضاء على من أفطر عندما يتيسر له الصيام وتنتهي هذه الأزمة وحث المجلس المسلمين على أن يصلوا التراويح في بيوتهم فرادا أو أن يأم الرجل أهل بيته بما يحفظ من القرآن الكريم أو من خلال القراءة من المصحف ولا يصلون خلف البث المباشر من المذياع أو التلفاز أو وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك صلاة العيد فيما لو استمرت الظروف الحالية فإن المسلمين يصلون العيد في بيوتهم فرادا أو جماعة مع أهل بيتهم دون خطبة للعيد وقد نبه المجلس إلى الحذر من الدعوة إلى التجمع في مثل هذه الظروف لما فيه من خطر ومهالك وأن مثل هذه الدعوات حرام شرعا وأكد المجلس على عدم صحة صلاة الجمعة في البيوت أو اقتداء بمن يصليها عبر البث المباشر وأنه يجب على الجميع صلاة الظهر في بيوتهم ظهرا بدلا عن الجمعة حيث إن الجمعة هيئة مخصوصة تقام عند حصولها وتسقط عند عدمها ونصت فتاوى المجلس على أفضلية تعجيل الزكاة لمساعدة الناس على قضاء حوائجهم الشديدة والمستعجلة وكذلك تعجيل زكاة الفطر لأول رمضان مذكرا أن الأصل في الزكاة سواء كانت زكاة المال أو زكاة الفطر أن تصرف داخل الوطن للمستحقين مع الاستعانة بالمؤسسات الرسمية والجمعيات الخيرية المعتمدة في جمع الزكاة وإيصالها إلى مستحقيها كصندوق الزكاة ونحوه ودع المجلس عموم المسلمين للاتجاء إلى الله تعالى بالدعاء واستثمار شهر رمضان المبارك بالطاعات والبدل والعطاء والتعامل مع الظروف التي نمر بها بإيجابية وتفاؤل مع الدعاء بأن يديم الله تبارك وتعالى لطفه وحفظه على دولة الإمارات قيادة وشعبا وأن يرفع هذا المرض عن جميع المسلمين والعالم أجمعين نرجع الآن إلى الإخوة في الإحاطة الإعلامية وشكرا شكرا لك فضيلة الدكتور عمر الدرعي عضو مجلس الإمارات للإفتاء شكرا لك أنتم معنا مباشرة عبر هذه المداخلة إذن التيسير واليسر هو الأساس في كل التعاملات خلال هذه الأزمة الحالية الآن سوف نتعرف معكم على دور الذراع الإنساني الإماراتي المتميز والذي يحمل على عاتقه نشر ثقافة السلام والتسامح والمحبة في كل بقعة في أرجاء العالم لا يفرق بين لون أو عرق أو جنسية أو ديانة إنه الهلال الأحمر الإماراتي والذي يحظى دوما بدعم القيادة الرشيدة وممتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل هيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة خدمة للإنسانية الآن ننتقل إلى سعادة محمد الفهيم المتحدث الرسمي عن الهلال الأحمر الإماراتي لنتعرف على جهد الإمارات الإنساني والخيري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل هيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نعلن لكم اليوم عن تكفل الهيئة برعاية جميع المصابين بفيروس كورونا وأسرهم من مختلف الجنسيات وتبني احتياجاتهم والذين يتم العلان عنهم من قبل الجهات المختصة في الدولة وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وستقوم الهيئة بدراسة احتياجات أسرهم المعيشية والصحية والتعليمية بصورة عامة والشروع فيها وذلك يشمل أسر المتوفين من هذا المرض كما تم الإعلان عنه في وقت سابق كما نشكر مؤسسة عطايا لدعمهم هذه المبادرة وندعم اختلف فئات المجتمع ومؤسساته لدعم مبادرة رعاية أسر المصابين والمساهمة في الوصول لأهدافنا في تحقيق التلاحم المجتمعي في مثل هذه الظروف من خلال التواصل مع هيئة الهلال الأحمر لمراتي عبر منصاتها الإلكترونية أو الرغم المجاني 80733 كما تعلن الهيئة أنها بدأت في النظر في طلبات العالقين والقادمين بتأشيرة زيارة وتلبية احتياجاتهم المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتلقت أيضا الهيئة عدد من الطلبات من بعض السفارات في الدولة وقامت بتوفير احتياجات رعاياها الأخوة والأخوات قامت الهيئة ومنذ بداية الأزمة بالوقوف جنبا إلى جنب مع الجهات المختصة والالتزام بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وبدورها الإنساني وقد أطلقت العديد من المبادرات لمواجهة التداعيات والتخفيف على المتضررين من هذه الأزمة وفي مجالات عديدة مثل التعليم وذلك بدعم مبادرة التعليم عن بعد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تخصيص مبلغ 5 ملايين درهم لتلبية احتياجات المدارس من المعدات والوسائل التعليمية المتمثلة في أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية وغيرها وفي مجال الصحة والوقاية عن طريق توزيع 100 ألف طرد صحي وتوزيع الكمامات والقفازات والمعقمات على مرتدي مراكز بيع المواد الغذائية ومحطات التزود بالوقود بالإضافة إلى مواقع جهزة الصراف الآلي إلى جانب تنظيف تلك المواقع من مخلفات الكمامات والقفازات وبشكل يومي أما في مجال المسئولية المجتمعية تتبنى الهيئة مبادرات يقوم بها المجتمع والأفراد للتخفيف من التداعيات الاقتصادية على عدد من فئات المجتمع مثل إعفاء من رسوم الإيجار والتي لاقت صدى واسعا من الملاك الذين بادروا بتخفيض وإعفاء وتأجيل الإيجارات إحساسا بمسئوليتهم المجتمعية وتعمل الهيئة حاليا على مبادرة مجتمعية جديدة بالتعاون مع المدارس والكليات الخاصة وذلك لتخفيض الرسوم الدراسية على الأسر المتضررة من تداعيات الأزمة كما نعمل في هذا الصدد على توفير الوجبات الغذائية والطرود الغذائية في الدولة لأكثر من مليون مستفيد في المرحلة الأولى وتوصيلها إلى منازل المستفيدين من الفئات المحتاجة في ظل الظروف الحالية نؤكد أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ماضية في جهودها للتصدي للتداعيات الناتجة عن الظروف الصحية الراهنة وبالتعاون مع شركائها واستهدافها لجميع الجنسيات وفئات المجتمع في الدولة وستتوالى مبادرات الهيئة في هذا الصدد خلال الفترة القادمة وإلى أن تنجلي هذه الظروف قريبا بإذن الله دمتم ودامت الإمارات في خير وأمان والسلام عليكم ورحمة الله كل الشكر لسعادة محمد الفهيم المتحدث الرسمي عن الهلال الأحمر الإماراتي قال دمتم ودامت الإمارات بخير وعطاء ودامت الإمارات لله الحمد نهج زايد الخير الإمارات خليفة التي تسعى دوما لمساعدة كل إنسان يعيش على أرض الإمارات وكل مواطن وكل مقيم ووصلنا إلى كل بقعة على أرجاء العالم لأن هذا هو نهج زايد الآن إلى الأسئلة التي وصلتنا عن بعد وصلتنا من مجموعة من الصحفين عبر إيميلات وسائل الإعلام المحلية وأيضا من خارج الدولة دكتورة فريدة هناك سؤال يتحدث هل تنقل الأكياس المستخدمة لحمل البضايع من السوبرماركات وغيرها هل تنقل فيروس كورونا؟ طبعا بالنسبة لهذا السؤال تشير بعض الدراسات إلى أن فيروس كورونا المستجد ومثل الأنواع الأخرى من الفيروسات لنفس الفصيلة قد يظل حي على الأسطح لبضع ساعات أو قد تتراوح لمدة لعدة أيام يختلف ذلك باختلاف الظروف وأيضا باختلاف نوع السطح ودرجة الحرارة والرطوبة وبالتالي نحن ننصح كل الأفراد من بعد التسوق أو عند استلامهم لأكياس من طلبات التوصيل ضرورة التخلص من الأكياس المستخدمة بعد إفراغ محتوياتها وذلك في حاوية مغلقة وعدم إعادة استخدام هذه الأكياس مرة أخرى أيضا ننصحهم بتعقيم الأسطح التي وضعت عليها هذه الأكياس في المنزل أيضا نؤكد أنه من الضروري جدا غسل اليدين بالماء والصابون بعد الانتهاء من هذا الإجراء جميل السؤال الآخر وصلنا عن بعد دكتورة مع ارتفاع حالات التشافي لله الحمد في الدولة وخروج بعض هذه الحالات من المستشفى هل هناك أي إجراءات أو تواصل يتم مع هذه الحالات بعد عودتهم إلى منازلهم؟ نعم حامد لقد تم التعميم على كافة المنشآت الصحية في الدولة وكإجراء احترازي ووقائي بعدم خروج أي مريض من المستشفى إلا بعد التأكد تماما من تشافيه وعدم وجود أي عراض لديه الإجراء الصحي المعتمد بعد خروج المريض من المستشفى هو البقاء في المنزل لمدة 14 يوم بعد التشافيه من المستشفى وننصحه دائما بالعمل عن بعد وعدم الخروج والاختلاط بالآخرين كذلك من الضروري على أي شخص متشافي إذا ظهرت عليه أي تعراض تنفسية أو حرارة التواصل مع الجهات الصحية ومراجعة أقرب مركز صحي للكشف وإجراء الفحوصات اللازمة إذا تطلب الأمر سؤال آخر سمعنا في لاونا الأخير أخبار تفيد بعودة الفيروس لبعض المتعافين وإصابتهم مجددا بهذا الفيروس ما مدى صحة هذه المعلومة؟ ما تم تداوله في التقارير العالمية حول عودة المرض هي حالات أغلبها لم تتماثل للشفاء بشكل كامل وبالتالي تبين أنها إيجابية بعد خروجها للمستشفى الأمر متعلق بدقة الفحص في المستشفى أو في بعض الحالات لم يتم إعادة الفحص أكثر عن مرة للتأكد من التعافي التام من كل الأعراض وتكرار الفحص المرتين كحد أدنى يعد إجراء وقائي أو إجراء مطلوب للجهات الصحية ولهذا نحن في القطاع الصحي داخل دولة الإمارات حريصون على اتباع إجراءات الفحص الدقيق واتباع بروتوكولات معتمدة للتأكد من تعافي المريض بشكل كامل قبل خروجه من المستشفى وإعادة الفحص مرتين على الأقل قبل إخراجه والتأكد من شفاءه ودمتم سالمين كل شكر دكتور فريدة الحسن المتحدث الرسمي على القطاع الصحي في الدولة صورة رائعة بهية ليست بغريبة على دولة الإمارات مليون مستفيد حتى الآن يتم تقديم لهم المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر الإماراتي كل أسرة تعرضت لأي شكل من الأشكال الإمارات معهم دوما إنها صورة نبيلة رائعة ليست بغريبة على دولة الإمارات العربية المتحدة اللهم احفظ قيادتنا واحفظ لنا هذا النهج الحكيم هذا النهج الأصيل ولا يغير علينا إلا بالخير بإذن الله شكرا لكم ودمتم بإذن الله بصحة وعافية